السلام عليكم ورحمة الله. تريقة تشغيل غسلة رسل. ده درج المسحوق جماعة بنحط القرس او معلقة مسحوق بودر كل غسلة. دي مرة كل غسلة. طبعا ده مكانها الصحيح وبنقفل عليها وده مكان الزيت. الزيت بيتغير كل تلاتين غسلة. يعني لو بتغسل غسلة واحدة في اليوم بيتغير كل شهر تقريبا. يعني بنعد تلاتين غسلة وبعدين نزود زيت نفضل نحط زيت في المكان ده لحد ما يتميلي. كل تلاتين مرة غسلة. طبعا دي اللورفوف بتاعتنا فيه تلات رفوف. اه اول رف بتاع اه الاول ده خزان الملح. اول مرة في التشغيل بنملاه مية وبعد كده بالقومع دوت بنحط عليه ملح. آآ نملاه ملح. تمام? بالنسبة للقرفوف. ده مكان رف آآ الرف تلات قرفف طبعا ده الرف مكان الحلل بنفرده بالطريقة دي علشان نحط الاطباق فيه. آآ ولو عايزين نحط حلل مكان الاطباق بنقفله تاني زي كده. وبنرجع نحط الاطباق الحلل بتاعتنا. تمام? آآ ده اول رف اللي هو بيكون تحت. الرف اللي بعده ده بتاع الاطباق الصغيرة وكبات آآ والفناجيب بتحط الاطباق آآ صغيرة او اطباق الفناجين بتاع القهوة والكبات والحاجات الصغيرة. الرف اللي بعد كده ده بتاع الشوك والمعالق. بتحط مقلوبة. يبقى كده التلات رفوف بتاعنا. تمام? علشان طريقة الرص الصحيحة. وطبعا ده الفلتر بيتغير آآ بيتنظف كل فترة طبعا. بنشوفه بنفتحه علشان اي آآ بقايا طعام متعلقة فيه. بنشيلها وبننظفه. ده كل غسلتين تلاتة او باستمرار نكشف عليه على حسب آآ البقايا الطعام الموجودة. والحاجات دي. نيجي لموضوع التشغيل. ده زرارة باور. ده اللي بيوصل القهرابة للغسالة. آآ اول ما بتشتغل بيدينا البرامج بتاعتها ومدة البرنامج. طبعا في تسع برامج كلهم آآ معمولين هنا. اول برنامج دوت للحلل المتسخة زيادة. برنامج تقيل. وفيه برنامج اتنين وتلاتة لحد رقم تسعة. آآ طبعا الافضل او العادي بيكون آآ برنامج رقم تلاتة. ده آآ بيكون المتوسط بتاع البرامج. وفيه طبعا برنامج تسعة دوت لتنظيف الغسالة نفسها. وبرنامج تمانية. لو حاجات خفيفة زي آآ حاجات العشق او الفطار حاجات بسيطة. كل برنامج طبعا للمدة بتاعته آآ اقل برنامج آآ دوت بيكون تقريبا عشرين دقيقة او سبعة وعشرين دقيقة. وده برنامج ستة. والبرامج بتوصل آآ لاربع ساعات. آآ لحسب البرنامج كل برنامج بتختاره بيدي لك المدة بتاعته. برنامج سبعة هوات واحد واربعين دقيقة. برنامج تمانية. ده آآ آآ التنظيف الخفيف. ده آخر برنامج بتاع تنظيف الغسالة نفسها. برنامج تلاتة المتوسط تساعتين ونص. معقول. زرارة اللي جنبه ده لو آآ ده خاص بالارفف لو التلات ارفف مع بعض. آآ هو الرف الاولاني. بتدوس عليه مرة. كده الرف الاولاني. بس هو اللي فيه. لو الرف التاني اللي فيه. بيكون عليه علامة رف التاني. لو الرف التالت هو اللي فيه. بيكون عليه علامة رف التالت. اما لو كله مع بعضه ما بيكونش ظاهر علامات فكده الغسالة تقدر تنظف جميع الغسيل. طبعا تقدر تتحكم في الوقت وتختار البرنامج اللي انت عايزه. ممكن تعمل لحد اربعة وعشرين ساعة لو عايز الغسالة تفضل شغالة او لو انت مقدر الحجم بتاع الغسيل وعايز تختار انت الوقت بنفسك. بس الافضل البرنامج اللي هي اوتوماتيك للغسالة عاملة. وكمان تقدر تتحكم في درجة الحرارة. ليه علامة الزيت او المياه لو الزيت او الملح لو اي حاجة نقصة بيدينا اه طبعا العلامة بتاعته. فبيقول لنا ان هي محتاجة ملح او محتاجة زيت. فبنحط لها. العلامات الحامرة اللي تكون ظهرها على الشاشة دي. طبعا ده لوكو الاطفال بتضغط عليه جامد علشان آآ ما فيش حد يقدر يفتح الباب. ولو عاوز تلغيه بتضغط عليه ضغطة كبيرة لحد ما يدي آآ صوت كده والعلامة بتروح بتاعته كده بيتلغي معانا. ده بتبدأ ستارت آآ زرار ستارت تبدأ الغسالة آآ تشتغل وطبعا لما تدوس عليه بيرجع يعمل اقاف مؤقت ونعمله. والباور طبعا اللي بنقفل منه نهائيا وبنبدأ منه التشغيل. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.